موسيقى إن شاء الله بنعاد عليكم به الشهر الفضيل ورمضان كريم علينا وعلى كله إن شاء الله بظروف أحسن اليوم هنحكي بمناسبة هذا الشهر الفضيل عن فوائد الصيام وخصوصا فوائد الصيام بالنسبة للجهاز الهضمي وكمان خصوصا للكبد وتأثير الصيام أو لما منأكل فترات طويلة شو تأثير الإيجابي على الكبد أنا هاخد الأمور الإيجابية اللي بتتعلق بجهاز الهضمي ككل واليوم اخترت أنا موضوع كتير مهم وهلأ رائش جدا وعم يحتل إذا بدكن حيزي كتير كبير يوميا هو شو تأثير الضايت أو شو تأثير الأكل على الجهاز الهضمي وشو تأثير الأكل بالأخص على الكبد اليوم في أمراض شائعة كتير استحديثة جديدة أكتر مرتبطة بالسمنة وزيادة الوزن والأكتر مرض شائع مرتبط بالسمنة وزيادة الوزن هو السكري والسكري وزيادة الوزن عم بيأثروا على الكبد وفي مرض هلأ منه جديد بس هلأ تفاع صار متفاعل جدا وكتير عم نحكي عنه هو شحم على الكبد أو تضخم الكبد نتيجة تشحم أو أكوموليشن أو لما بيصير فيه مواد بتفرزها الكبد وبتجمع على غشاء الكبد وبتفوت على قلب الكبد وبتعمل التهبات وبتعمل ارتفاع بوظائف الكبد وبأنظيمات الكبد اليوم هنحكي عن فوائد الصيام لهيدا المرض بالزيد اللي هو منقوله بالانجليزي ناش أو نان الكوهلك ستياتو هباطايتس هيدا المرض هو بيفوت لما منكل إحنا بيكون عنا زيادة بالأكل أو تخمي بالأكل أو زيادة بيجي الأكل بيتجمع على الكبد وبيتحول لدهن والدهن بيفوت على مسامات الكبد وعلى خلايا الكبد وتضخم بيصير في عنا التهاب الفوائد الصيام وهلأ حتى المجتمع الغربي رايح على نظام غذاء جديد هو نظام الصيام بس عن طريق إذا بدكن نتجنب نأكل فترات طويلة من النهار 12 16 أو 18 ساعة بقى لحنا الصيام عطانا هيدا الأدفانتج أو هيدا الإيجابية لحتى نمتنع عن الأكل لفترة طويلة من النهار وساعات طويلة ما بيأكل فيها الإنسان بهالساعات الطويلة اللي ما عم يأكل فيها الإنسان بيدوب هيدا المخزون الزيادة أو الفائد الزيادة اللي عم بيسير حوالي الكبد بيدوب وبيترسب بقلب الجسم وبيروح من الدم وبيروح عن طريق الكلاوة وعن طريق البراز والخروج هيدا الطريقة اللي هي عالميا هلأ الغرب أو البلاد كلها أثبتتها أنه طريقة فعالية لنحارب السمنة ولنحارب الشحم على الكبد هي طريقة كتير مفيدة عند الصيام وبشهر رمضان فإذا هالوقت هالوقت الطويلة اللي احنا ما بنأكل فيه كفيل أنه يدوب الشحم اللي موجود على الكبد فإذا وظائف الكبد بترجع بتتحسن نشاط الجسم بزيد أكتر السكر اللي عنده سكري وبداية سكري كمان بيتحسن وظائف السكري وهيدي كلها بتفيد على الدورة الدموية وعلى نشاطنا على تفكيرنا وعلى أداءنا بما أنه الكبد لح يرطيح فإذا كل وظائف الجسم حد ارطيح منها القلب الكلاوي شرايين الدم والدماخ